النهاردة في تقديري أخطر ما صرح به وأعلنه بكل قوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من القاهرة قال الرئيس من هنا هنا دمشق من القاهرة هنا دمشق من القاهرة حيث أعلن الرئيس بأن مصر تقف ضد تقسيم سوريا تقف مصر بوضوح ضد أي انتزاع لأي متر أرض أو شبر أرض أو حبة أرض سوريا مصر مع حق سوريا في وحدة أراضيها في وحدة قواتها المسلحة في حق شعبها في تقرير مصيره مصر بتعلن اليوم وتجدد ما أعلنته سابقا مصر ضد احتلال تركيا لسوريا مصر ضد احتلال تركيا لسوريا مصر الدولة الكبيرة في المنطقة في الإقليم مصر الدولة المحورية تعلن من القاهرة اليوم هنا دمشق من القاهرة نحن نرفض أي احتلال لأي أرض عربية خاصة الأرض السورية اللي كانت الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المشتركة الجيش الأول هو الجيش السوري الجيش العرب السوري عندي في مصر الجيش التاني الميداني والتالت الميداني وجيوش والمناطق أين الجيش الأول الجيش الأول يا مصريين يا سوريين هو الجيش العرب السوري مصر أبدا لم تقف مصر الآن بتعلن اليوم بتعلن غدا بتقف ضد أي هجوم أو اعتداء على الأراضي العربية السورية لماذا هذا الكلام ولماذا الآن لأن هناك مخطط بيدار الآن بيديره الرئيس التركي الأرعن الأحمق رجب طيب أردوغان لمحاولة اختطاع الجزء الشمالي الشرقي من الأراضي العربية السورية تحت مدعاة منطقة آخرية